موسيقى مناهل، أينك في؟ بالبات، لا، وش فيك؟ الكفر نايم صحي، ليس تستهبلين كفر موتر عند الإستراحة وتوحكت كاختي، انتش فيك بكبر الموضوع سهلة، افتح اليوتيوب تلاقيين مليون مقطع يشرح لك شلون تصلحين البلشر وخلصنا اوكي، شكرا، يلا باي موسيقى هلأ والله مي، تبي مساعدة؟ مشكور، بس بنشر كفر الموتر وبصلحها السلامات، حاطل عفريتها على الصدام ليه، وش فيها؟ وش فيها باعت تسألين، كده الله يصلح قلبك بتكسرين صدام السيارة المهم، ادخل جوا الاستراحة وأنا بصلح الكفر وبكلمك مقدر، مقدر، انا مرة مستعجلة، ندوم الموعد ولازم اوصلها طيب، خذي مفتاح موتري، خلصي مشاويرك وأنا بصلح الكفر، بوصل السيارة لين باب بيتك بس ارسليلي اللوكاشين مدرش اقولك، بس مشكور يا مي، جوالك الحمدلله على سلامتك يا عمري يا امه الله يسلمك، قلليلي هذي السيارة لمن؟ بنشر كفر سيارتي، وياسر جارنا في الاستراحة عطاني سيارتا، يعني ليني صلح البنشر ياسر جاركم ها؟ ايه؟ موسيقى موسيقى نعم 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 ن لقد صلحتك فرقتك. لأنني أدخلت. لا يا شيخ. هذه حركة المساعدة قديمة. لا، لكنها كانت مساعدة لكي تكون حسنًا. حسنًا! 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 بقوا، بقوا، بقوا! الله أه! لا، 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 لا! لا لا! ماذا عنه للشايеюсь تلقى لا نوع now غاية دخل استجول حياتكNA تركز لابا اذا ما خدت حقك من ذا الورع مولوني اطلع يا عيال مولوني اطلع ما قلتني في اغريثه ياسر يا حضات أسمع يا ياسر أنت بتتنازل أن حقب حتى لو تدوك عشر آلاف ريال اللي ينضرب يعطوه عشر آلاف ريال إيوى حبيبي أمدي يطلب اللي يبغى حتى لو مئة ألف كمان يا عيالة أطلع أمي وأختي جيد يلا 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 فما الله مع السلامة أشوف شر فمعن الله هلا والله في كل الحبدالله على سلامتك يا ياسر الله يسلمك يا رب إن شاء الله إنك الشر ما تشوف شر يا ولدي والله أنا مستحين منك بس إن شاء الله أنك طيب وين طيب يا خالة؟ وين طيب فيه بس؟ ولدك ولدك غدر فيني موسيقى 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 السلام عليكم أخي أامر أقول لك أنت أخو مناهل موسيقى أنا أخو مناهل موسيقى 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 ما قالوا هذا؟ ما يفهم؟ ادخل! لا أهل، ما دو بتوصل عند الباب انت؟ اشتبي؟ جيت أسأل أخوك عنك عشان يضربني بس طلع غبي مريض انت؟ أقول انجل عباس مريض انت؟ اه، مساء الخير ياسر بدريت انك طلعت من المستشفى وحبيت اطمن عليك هلا والله مي هلا وسهلة لا الحمد الله أنا بخير هلا مي هلا مرحبا لا الحمد الله أنا بخير أبي أطلب منك طلب وأتمنى ما تردني أبت تسمي آمري، مش تبين؟ أبيك تتنازل عن أخوينا ما أمي متقطع قلبها عليه أبت آمري نامر ومن عيوني قلبي أبت، اليوم بروح وبتنازل إن شاء الله كفين أطلب سالة موسيقى هل انت كلما؟ لا، ليس معي شانتة السعافات أولية سامونية او مشاكلة لو سمعت كان الحلويات والجريش اللي كانت مثل عنده ياسر أخوي حنا ما لقلنالك سريري للآن عشان تيجيك الحلويات والأكل طيب فين اللي ضربني اسمع أبو الله تقول له جهز لعشر ألف لما راح تنازل اللي ضربك نحاش ولا حد يعرف عنا أي شي أطلب الله آه بشكله مي هلا ياسر كافك الحين لا الحمد لله بخير طيب يجل شفيك تبكين أخوي المعقد ضربني يقول لنا دخل السجن بسببي ليتك مات نازلت عني يا ياسر الله يأخذها لا مي ما يصلح تقولين عن أخوك كذا وبين وبينك مات تخيغ على البنات موت تصحين اسمعي تعالي معي أبيك الموضوع يا ليت هجت على التنمر وبس يضربني يا ياسر يضربني المريض ويعنفني بقولت وكفوف ايواء فيك شي لا 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 ما في شي بسم الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم فيك شي يا أخوي فيك شي لا لا ما في شي ليه وش السالفة كل كل بالعافية وانتبه لنفسك أخوي ها الحمد لله وش خير وش فيك خوفتني لا لا ما في شي بس ذاك الرجال مسيكين شاكل عنده صرع ورحت أشوف وش فيه حنون وإنساني توق ما شفتي شي وبصراحة يا مي أنا جبتك الكافي هنا عشان موضوع صغير مي أنا معجب فيك من الزمان وحابة تزوجك وفكك من نواف وغثاة وخليك تعيشين حياة مع عمورك عشتيها وخليك حرة وطليقة ومستقلة ها وش قلتي؟ بصراحة أنا مبسوطة أنا لقيت الشخص اللي يفهمني ويخليني على راحتي مثل الرجال ياخذ راحته ويطلع ويروح ويجي البنت لها حقها تطلع وتروح وتجي على كيفها بس بس ألك سؤال عندك علاقات قبل ولا قد تعرفت على بنات؟ أنا ما عمري كلمت بنت ولا حبيت إلا أنتي الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع ليك وأنا جام بكرت يوم رساحة الكل ما فيك ستنا كل الدنيا عشانا وهشرحك حظنك ومكانا وبقول لك يا حبي اشتركوا في القناة لك